مخاوف الأعاصير الأسيوية لا تزال نفسها تتجه العاصفة الآن نحو جنوب شرق الصين ولكن بقوة أقل بعد أن ارتفعت حصلة ضحايا إعصار دوكسوري إلى ستة قتل في الفلبين كما ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة جزر بابويان مما تسبب في حدوث فيضانات وانزلقات للتربة ولا تزال الاستعدادات جارية في الصين اليوم بعد أن أصدرت الأرصاد الجوية انذارا أحمر للتحذير من وصول إعصار دوكسوري وتم وضع قوارب كانت مقيدة بحواجز في موانئ الصيد فيما يقوم موظف محطة للسكك الحديدية بإعداد أكياس الرمل في المقاطعات تحسبا للفاجعة